شاهدين المزيد من المعلومات ينضم معنا عبر خدمة سكايب النشطة المدني من ذيقار سيد حيدر المسوي بداية سيد المسوي مرحبا بك في نشرة الثالثة عبر الرشيد ما الجديد والتطورات التي حصلت في محافظة ذيقار التي شهدت يوم أمس الصدامات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين هذه قناة الرشيد الفضائية وكل متابعيها في العراق والعالم أهلا بك وأعزي عوائل الشهداء السعداء والشفاء العاجل للجرحة ما يجري في ذيقار يوم من قتل وذبح ومطاردات وعمليات كر وفر ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين الشباب المطاغبين أولا بحقوقهم وحقوق الوطن المغيب أولا طابوا بإقالة المحافظ وإقالة قائد الشرطة البعيد كل البعد عن الحس الوطني والأمني وهو يتحمل وهو السبب الرئيسي بعدم استقرار وأمن هذه المحافظة طيب لو سمحت لي سيد الموسوي من المسؤول عن هذه الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة يوم أمس وهل من صدامات جديدة حصلت اليوم تأولا القوى السياسية بأحداث ذيقار ونحمل النواب نحمل ذيقار ونحمل بالدرجة أولى المحافظ وقائد الشرطة نعم الذين وضعوا المحافظة في واد وحقوق المحافظة في واد آخر مدراء عامون فاسدون ومسؤولين بعيدين كل البعد عن الإدارة والبناء والإعمار وكل شيء أصبح في هذه المدينة مغيب طيب ما هي المطالب التي رفعها المتظاهرون سيد الموسوي للحكومة لوقف نسف الدمية الذي يجري حتى هذه اللحظة في هذه المحافظة أولا أولا تطالب عوائل الشهداء والمتظاهرين السلمين بمحاكمة عادلة للقتل من الضباط والمراتب والمسؤولين الذين الذين أصدروا أوامر بالضرب بالرصاص الحي هناك تصريح متناقض متناقض لقائد شرطة ذيقار الجابري وقائد عمليات سومر يقولون لن نسمح بالرمي أو باستخدام السلاح ضد المتظاهرين لكن اليوم نرى العكس القمع والضرب والقتل أطفال لم يبلغوا الحلم ظلام عمره 2 سنة و 15 عاما و 20 عاما سقطوا على أرض ذقار الجريحة الأجهزة الأمنية أخوتنا نقول لهم لا تكون ضحية لا تكونوا ضحية للجلات ولا تكونوا ضحية للطغاة ولا تكونوا ضحية للفاسدين طيب سيد الموسوي لماذا اليوم أو يوم أمس تم رفض سيد عبدالغني الأسدي محافظا لذقار وهو يعني كما يعلم المشاهد الكريم ويعلم جميع المحافظات وهو من الشخصيات الوطنية التي يشهد لها بالبنان سيد الأسدي له كل الاحترام نعم والتقدير وهو الرجل من ضمن قادة صانع النصر والسلام والتحرير بالحرب ضد داعش جيد إذن له كل التقدير نريد الأسدي لمدة شهر أو شهرين كقائد أمني ومحافظ أمني حتى حتى قد من قبل أبناء ذيقار لا نسمح بالمحاصصة المحافظة بعد ما تتحمل ما تتحمل بعد المحاصصة ما تتحمل فساد المحافظة مدمرة المحافظة مهمشة المحافظة مغيبة نعم المستشفيات البارحة تعاني من نقص من الدواء والملتزمات الطبية حتى أماكن للجرحة تتسع المستشفيات أصبحوا على الأرض البارحة بالساعات متأخرة من الليل حتى الكوادر الطبية مشكورة كوادر التمريضية مشكورة كلهم وقفوا من أجل شباب ذيقار من أجل إيقار نقطة مهمة نقطة مهمة تفضل الآن الناشطين المدنيين والمتظاهرين السلميين وأبناء المدينة الشرفاء سيتوجهون إلى جسر النصر لوضع حاجز ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين حتى لا تحدث أحداث دامية لا نريد أحداث دامية تقتل بها شباب بدأ من هار طيب بارد عقون نعم عبر اسكايب بحدثنا السيد حيدر الموسى الناشط المدني في محافظة ذيقار شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة عبر الرشيد شكرا جزيلا لك مرة أخرى